أكد ناطق باسم الحكومة الفرنسية يوم ثلاثة أنه إذا تم تجاوز الخط الأحمر في سوريا فسيكون هناك رد مشيرا إلى أن المعلومات التي تبادلها الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون ونظيره الأمريكي دونالد ترامب تؤكد مبدئيا استخدام أسلحة كيميائية وأكد الأليزين من جانبه أن الرئيس الأمريكي ونظيره الفرنسي يطالبان المجتمع الدولي برد حازم على الهجوم الكيميائي في سوريا وهو ما أسفر عن سقوط عشرات القتل والجرحة معظمهم من النساء والأطفال